مواجهة جديدة في لبنان بين البطريارك الماروني ماربشارة بطرس الراعي وميليشيا حزب الله أضافت عمقا جديدا للأزمة السياسية التي تعصف بالبلغ فقد هزت مؤخرا كلمات البطريارك بطرس الراعي وسط حشد سياسي وشعبي تجاوز الخمسة عشر ألف شخص في بكركي شمال بيروت كيان حزب الله الذي انبرى يهاجم البطريارك وطروحاته التي قال فيها على وقع هتافات تصف حزب الله بالإرهابي وتندد بالتدخل الإيراني إنه لا يوجد جيشان أو جيوش في دولة واحدة ولا شعبان في دولة واحدة وإن لبنان يواجه حالة انقلابية داعيا اللبنانيين إلى عقد مؤتمر دولي لإيجاد حلول للأزمة اللبنانية التي تتفاق متداعياتها وإلى عدم السكوت عن السلاح غير الشرعي في لبنان البطريارك أوضحت دوافع التي قدته إلى طرح عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان ومنها عجز السياسيين عن التفاهم والحوار وتشخيص المرض الذي شلت دولة بمؤسساتها وخزينتها واقتصادها وماليتها فتفككت أوصالها ووقع الشعب ضحية الجوع والبطالة والقهر والحرم طروحات البطريارك هذه هاجمها حزب الله ورأى فيها سعيا لتدويل الأزمة ومحاولة للنيل من نفوذه في لبنان ومسعا لخلق حالة دولية ضاغطة لتجريده من سلاحه وفي أول رد للحزب على كلمة البطريارك وصف حسن فضل الله النائب في البرلمان عن ميليشيا حزب الله التدويل بالخطر الوجودي على لبنان مضيفا أن من يريد التمسك باتفاق الطائف فيجب أن لا يدعو الدول إلى لبنان لحل الأزمة في إشارة إلى طروحات البطريارك هجوم حزب الله على البطريارك اعتبره مراقبون عكاسا لعمق مخاوفه من اتساع رقعة التأييد الشعبي لطروحات الأخير وأن ما قام به الراعي من شأنه أن يشكل عنصر ضغط كبيرا على الحزب ما قد يدفعه إلى تغيير في مواقفه لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الحكومية فيما يرى آخرون أن مخاوف الحزب الموالي لإيران لها ما يبررها ذلك أن الصرح البطرياركي لطالما لاعب دورا أساسيا في مواجهة الاستقطابات والتدخلات الإقليمية في لبنان ترجمة نانسي قنقر